قبل ما كامل مع حضراتكم أهم العنوين اللي كان متضمنة طبعا في كلمة الرئيس عفتاح السيسي النهاردة أمام الجامعية العامة لأمم المتحدة ننتقل مباشرة لنيويورك ومع زمينا العزيز خالد أبو بكر نفهم برد تفاصيل أكتر إزاي تم استقبال هذه الكلمة عدد من اللقاءات اللي قام بيها الرئيس والفعاليات اللي حصلت النهاردة مساء الخير يا خالد أهلا وسهلا بيك والكلمة معاك يا خالد وقلنا برضو يعني إزاي تم متابعة بيان الرئيس عفتاح السيسي النهاردة الكواليس في القمة أهم اللقاءات اللي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء الخير يا لبنة مساء الخير على كل سادة المشاهدين الحقيقة نشاط السيد الرئيس اليوم بدأ مبكرا حيث حضر السيد الرئيس إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك واستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وده كان أول لقاء لسيادة الرئيس بعدها توجه إلى القاعة العامة لإلقاء كلماته واللي جات طبعا زي ما شفته تكلم السكرتير العام وتكلم رئيس البرازيل وتكلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثم تحدث الرئيس السيسي قبل ما دخل فيه كلمة الرئيس السيسي عايز أقول لكم بس باقي نشاط سيادة الرئيس بعد أن ألقى كلماته لمصر مقر يلتقي فيه الرئيس دائما بضيوفه داخل الأمم المتحدة الرئيس بعد أن أنهى كلماته استقبل رئيس الوزراء الأسباني ثم بعدها استقبل رئيس المجر ثم بعدها رئيس وزراء أسبانيا سانشيز ثم رئيس وزراء باكستان عمر خان بعدها توجه السيد الرئيس إلى غداء يحضره الرؤساء فقط ولا يعني ما بقاش فيه أي حد من الوفود المرافقة للرؤساء بيكون حاضر هذا الغداء اللي بيكون بدعوة من السكرتير العام للأمم المتحدة هرجع بقى لكلمة السيد الرئيس ومن المهم جدا ولازم نستعرف إذا كنا احنا ليه موجودين النهاردة بكاميرا الحال يوم داخل مقر الأمم المتحدة لأنك بتسمع من الناس وبتشوف أثناء كلمة الرئيس وبتسأل بعدها يا ترى الانطباع شكله إيه؟ يا ترى الناس تلقت رسائل الرئيس بأي شكل أنا أكيد وأنت يا لبناء والناس اللي بتسمعنا لديهم حب شديد للرئيس ووطنية شديدة جدا لكن كان دوري النهاردة إني أشوف في عينين الناس أثناء كلمة الرئيس وبعدها أن أسأل يعني كافة الوفود حتى اللي مرضاش منهم يقول تصريح رسمي يعني ويعطي انطباع بشكل شخصي سألناهم سألنا الأفارقة يا ترى انطباعكم عن كلمة الرئيس السيسي الحقيقة ما قام به الرئيس السيسي والحديث عن السودان تحديدا والحديث عن مطالبة المجتمع الدولي برفع السودان من قوائم الدول الرعية الإرهاب كان محل احترام كبير جدا ليس من الجانب السوداني في حسب ولكن من كافة الدول الإفريقية وهذا الأمر حقيقة لقيا استحسانا كبيرا جدا من عدد كبير جدا من الوفود الحاضرة مصر باعتبارها رئيسة للاتحاد الإفريقي والحقيقة يمكن يعني هو واجب على مصر وكان واجبا يعني تم سياغته بشكل يليق بهذه الكلمة والرئيس تحدث وقال وطالب المجتمع الدولي بضرورة رفع السودان من قوائم الدول الرعية للإرهاب أيضا لم يغيب الشأن العربي ولم يغيب أبدا طوال الاجتماعات الماضية للجمعية العامة للأمم المتحدة ومن يراجع فيكم كلمة السيد الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الخمس سنوات الماضية سيجد أن فلسطين دائما حاضرة في هذه الكلمة فمصر تحدثت عن السلام بشكل عام تحدثت عن السلام من أجل الإنسانية وتحدثت عن حل مشكلة فلسطين سيحل عدد كبير جدا من المشاكل أيضا في المحيط الإقليمي تحدث السيد الرئيس عن أهمية القضية الليبية وده الرئيس أصبح معروفا عالميا أنه عندما نتحدث عن ليبيا لابد من الحديث عن مصر النهاردة اللقاء مع رئيس ماكرون تناول الشأن الليبي بشأن كبير جدا وأرى أن هناك تفاهما بين الجانب المصري والجانب الفرنسي في هذا الشأن بنعمل إيه عشان ناخد هذه الانتباعات عندما يدخل الرئيس إلى هذه الاجتماعات تكون الاجتماعات يعني 2 زائد 2 أو 3 مقابل 3 من الجانبين فباقي الوفود بتقف في انتظار انتهاء الاجتماع بنتبادل أطراف الحديث ونسأل عن وجهات النظر عن العلاقات ما بين البلدين بتبقى مفيدة للعلم عن وجهة نظر الجانب الآخر الذي يجتمع بالسيد الرئيس كلمة الرئيس أيضا تحدثت عن حديث أصبحنا معروفين به في العالم كله وهو مكافحة الإرهاب الرئيس الحقيقة يعني تحدث في هذا الشأن وأعطى رسالة كبيرة جدا أنه لا بد أن يقوم المجتمع الدولي كله بمهامه لمكافحة الإرهاب لا سيما الدول التي طرعى الإرهاب هذه الكلمة كلمة هامة أعتقد أنك هتزيع مقتطفات منها وهتتوالى التحليلات فيها لكن انتباعات كل من السياسيين والدبلوماسيين والإعلاميين أيضا خارج الوفد المصري انتباعات جيدة جدا لكن مهم عندي أن أقلك صورة تانية لأنه بعد رسالتي مبارح ليكي سيادة الرئيس توجه للقاء الرئيس ترامب وهنا بقى يعني بصراحة مفيش كتالوج لهذا اللقاء إطلاقا ولا يمكن أن تضعي أي عبارات أو عنوين سوى ما قاله ترامب ذاته ويعني الرئيس ترامب يتحدث دائما عندما يلتقي رئيس السيسي في كل قمة وأرجو أن نراجع أيضا عدد القمم المصرية الأمريكية سنجدها خلال هذه السنة يعني ثلاث أو أربع قمم حتى هذه اللحظة الرئيس تحدث عن أن مصر لديها رئيس قوي مصر عرفت الفوضى قبل الرئيس السيسي لا أخشى على مصر إطلاقا في وجود الرئيس السيسي هناك علاقات تربطنا بمصر متميزة جدا مصر لها مكانة لدى أمريكا هذه العبارات تناقلتها كل وسائل الصحف الأمريكية اليوم ونيورك تايمز وعلى كبير جدا من الجرائد الكبيرة هنا في أمريكا تناولت هذه العبارات التي جاءت صريحة جدا من الرئيس ترامب أعتقد أن هذه رسالة قوية جدا سواء للداخل الأمريكي أو للمجتمع الدولي أو لأعداء مصر الذين نعلم منهم تماما لن ينتهي يوم الرئيس حتى هذه اللحظة الساعة دلوقتي تقريبا 2 وربع في نيويورك بعد أن ينتهي الرئيس من غداء العمل مع السكرتير العام للأمم المتحدة لدى الرئيس عدة لقاءات أخرى لديه لقاء مع رئيس وزراء لبنان لديه لقاء مع رئيس وزراء أيرلندا ولديه لقاء أيضا مع رئيس وزراء إنجلترا ودي خطوة أنا باعتبر أنها مهمة جدا أن تحدث على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة طبعا هذه اللقاءات قد تتغير بين لحظة وأخرى قد يقوم الرئيس بعدد آخر من اللقاءات أو قد ينتقس من هذه اللقاءات وفقا لجدول عمل الرئيس وباقي الرؤساء وأيضا لن ينتهي اليوم عند هذا الحد بعد أن ينتهي الرئيس من اللقاءات داخل مقر الأمم المتحدة سيتوجه فورا إلى مقر إقامته حيث لديه عمل إفريقي آخر فهناك قمتين القمة الأولى مصرية كينية مع جيبوتي وأيضا مصر وكينيا والسومال قمتين واجتماعين ينتظر الرئيس السيسي في مقر إقامته بعد أن ينتهي من اجتماعاته على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم عمل شاق جدا وإمبارح كان يوم عمل أيضا شاق جدا والجميع يحصل على راحة إلا الرئيس فتجد أنا بحاول أن أدلك الكواليس بشكل تلقائي وبسيط تجد دائما عندما ينتهي وفد من الزيارة لمقار السيد الرئيس للأمم المتحدة يليه الوفد اللي بعد والحقيقة يعني يبدأ رئيس عمله مبكرا جدا يستقص مبكرا جدا وينتهي في ساعات متأخرة من مساء اليوم عايز بس أقاف عن نقطة هامة جدا مبارح أيضا دعيت أنا وزملائي إلى حضور حفل غشاء عشاء أقامه الرئيس السيسي لبعض رجال الأعمال الأمريكان يمكن كنت وصفتلك قبل كده لقاء مع بعض الشركات الأمريكية لكن أنا هتحدث عن شركات أخترت بعناية فائقة بالأمس العدد كان قليل جدا تقريبا بنتكلم عن 18 رئيس شركة كان حوار الرئيس معهم حوارا مباشرا جدا تحدث الرئيس مع رؤساء الشركات كل فيما يخص مجاله تحدث مع رئيس أوبر مثلا وتحدث عن الاندماج الأخير اللي حصل لشركة أوبر وده أنا طبعا بالنسبة لي وبالنسبة للحاضرين كانت إشارة جيدة جدا من الرئيس السيسي تلقاها رئيس الشركة يعني بسرور شديد جدا ويمكن كلمته بعد انتهاء اللقاء وقال لي أنه يعني هذه الإشارة هو ممتن بها تماما وتمنى إن كانت تكون مسجلة حتى يطلع باقي أعضاء الشركة أن رئيس مصر يهتم باندماجات هذه الشركة ورئيس أبدى استعداده للتعاون في عدد كبير جدا من المشروعات مؤكدا على مبدأ هام جدا واعتقد رجال الأعمال الأمريكان يتفهموا هذا المبدأ وهو لابد أن يستفيد المستثمر وده رسالة هامة أعطاها الرئيس بالأمس نحن هنا كي يستفيد المستثمر وأيضا تستفيد جمهورية مصر العربية حضر اللقاء عدد من الوزراء وهي عادة الرئيس دائما يستحب معه عدد من الوزراء كل يتحدث في الملف الخاص به يوم عمل طويل جدا رسالتي ليكي بتبقى في منتصف اليوم بيبقى فيه بعد خروجنا من الأمم المتحدة اللقاءات التي ذكرتها بعد أن تنتهي هذه اللقاءات تقريبا بتبقى الساعة عشر ونص صباحا يوم الرئيس بيبدأ تقريبا خمسة ونص صباحا أعتقد أن كل من يسمعني الآن يعني عليه أن يعي تماما ويضع في يقينه أن مصر تكون بثورة حقيقية وهي ثورة العمل العمل في كل الاتجاءات سواء العمل على الصعيد الداخلي وأيضا العمل على الصعيد الدولي والديبلوماسي هذا كل ما لدي اليوم وألقاكي إن شاء الله غدا في رسالة أخرى وأحييكم جميعا من نيويورك يا خالد خليني بشكل خاص أشكرك جدا يعني بجد على المجهود وعلى الشرح الوافي وعلى كل التفاصيل والمعلومات اللي أنت قلته لنا يعني حسينا بجد أن إحنا موجودين في الجمال العام أو المتحدة لأنه غير أنك أنت بتشوف ما يزاع على شاشات التلفزيون لكن زي ما كنت بتقول كده المهم الكواليس ردود الأفعال الاستقبال دخلتنا في الحالة الحالة النشاط واللقاءات المكسفة يعني كل ده إحنا مهتمين جدا نعرفه لأنه من حق المواطن المصري يفخر ببلده وبرئيس بلده وأنه يبقى وجهة مشرفة أمام المجتمع الدولي كله شكرا لك يا خالد وإحنا أكيد مستمرين معاك وهنرجع لك ونشوف طبعا كل الجديد وكل التفاصيل